السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مسألة واغنية بتقول اللي بناء مصر كان في الاصل. حلواني وهو جوهر السقلي. لان هو كان قبل ما يدخل الجيش في الدولة القواطمية. آآ كان شغال في عمل الحلويات ولما جي مصر. طبعا الناس على الدين من لقيم انتشرت الحلويات بالزادة في المنسبات زي آآ رمضان والعيد الكبير والعيد الصغير والحاجات دي كلها. طيب لما نجي نبص على منظر من مناظر القهارب وشكل تدوت. بالله في فرصة حلوة قوي ان احنا عندنا مسطحات كتيرة جدا غير مستغلة. نقدر آآ نعمل زراعة الاسطح. زراعة الاسطح ده هيديني احساس جميل جدا بالجمال وتربية الاطفال على المسئولية. وآآ ممكن تزرع حاجات التاكل بيقلل ضربة الحرارة للناس اللي موجودة تحت هي. ففي حاجات كتير جدا فرص حلوة قوي قوي آآ في منطقة مثلا زي القاهرة. وقامت كتيرة جدا نبدأ نزرع. لو انت حتى في بيتك. يعني آآ كل واحد يهتم بان هو يزرع فوق البيت بتاعه. هتبقى القاهرة خضراء وهتبقى جميلة جدا سواء بالاقمار الصناعية وسواء الناس اللي عايش فيها. آآ حتى لو انت جري انك بدأ تزرع حضر انت نفسك بتحس بالجمال. فهتتحرك وتبدأ تزرع. فهيد كلنا قادر يمكن نزرع فوق الاسطح. ممكن حاجات التاكل ممكن حاجاتها حلوة وهكذا.